خليني أسألك أستاذ جمال يعني شايف إزاي مباراة بكرة مباراة الأهلي والمريخ السوداني توقعاتك للمباراة دي وفنيا شايفها إزاي بعد يعني يمكن ثلاث مباراة صعبين قوي من ناحية البدنية على لعيبة النادي الأهلي بنتكلم دحيل بارن ميونيخ بطل أوروبا وبعدين بها المراسل البرازيلي يعني شايف الإجهاد والإرهاق ممكن يكون ليه عامل في المباراة دي ولا ما فيش الكلام ده خلاص دلوقتي مع لعيبة النادي الأهلي والفترة الاستعداد تمام هو زي ما حدك قلت طبعا الثلاث مباراة كانوا على مستوى ضخم جدا حتى مباراة الدحيل اللي هو بدأ بها النادي الأهلي مشواره في كاس العالم للأندية رغم أن البعض حاول في البداية أنه هو يقلل من مستوى أداء الدحيل بزرطة إنما احنا شفناهم في الشوت التاني حاجة تاني خالص وفريق النادي الأهلي بذل مجهود ضخم جدا للحفاظ على الفوز ثم جاءت بقى مباراة بيرنميوني اختبع بما صحابها من شد عصبي وعضلي وجميع أنواع الشد يعني أنه فيه اهتمام رهيب جدا بلقاء أفضل أندية العالم في هذه البطولة ثم الختام برضو كان ختام قوي مع بالمراس البرازيلي فالحقيقة ثلاث مباريات كانوا أقوياء جدا ولذلك أنا بقول أنه بالتأكيد أن هناك ضغط شديد جدا على لعيبة النادي الأهلي في هذه البطولة لكن بيعوض هذا الفارق أو هذا الضغط حصول النادي الأهلي على الميداليات البرونزية للمرة التانية في تاريخه وفي كأس العالم للأندية فده أنا بشوف أنه ممكن يعمل معادلة شوية في رفع الروح المعنوية ولكن عادة بعد كل الإنجازات أنا دايما وجد نظر يا أستاذ سارة أن أنا بقول يجب أن يكون هناك حذر شديد طبعا احترامنا الكامل فريق المريخ السوداني وتاريخ الكرة السودانية عموما وهي زي ما قال الأخ هيسم هي مباريات بين أشقاء يعني في ودي النيل طبعا فدي أنا بقول أنه من حسن الحظ أن اللقاء الأول للنادي الأهلي بعد كأس العالم للأندية مش مع فيتا كلاب ولا مع سيمبا ولا سيمبا لا أنا بشوف أنه مع فريق المريخ السوداني فمهم أو أنه كان يتلعب يعني أو من حسن الحظ أنه مع فريق المريخ إنما أنا بقول النادي الأهلي برضو تعود زي ما حدك عارفة إنه بيقفل صفحات أي يعني ويمكن قلناها من حسن الحظ برضو السنادي قلناها كتير قوي يعني بتقفلي ملف الدوري بتدخلي على الكاس بتدخلي على أفريقيا بتدخلي على كاس العالم للأندية بتفتحي صفحة جديدة والنادي الأهلي طول عمره من كتر مشاركاته سواء المحلية أو الأفريقية والمطالبات الدائمة له بأنه هو يفوز بالألقاب متعود على كده فأنا بقول إنه كان أفضل شيء طبعا إنه بعد البطولة بعد كاس العالم للأندية يبقى فيه راحة 48 ساعة للفصل الكامل ويمكن زي برضو ما تابعنا إنه كابتن محمود الخطيب في نقاءه معهم قال لهم خلاص افرحوا بس بعد كده هيبقى فيه استعداد لبطولة أخرى لا مجال فيها للخسارة النقاط أكيد طبعا فيش أي مجال لخسارة النقاط طبعا مباراة مهمة جدا وكل موريات دور المجموعات مهمة جدا